رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول ها صحيح أن هناك تصوف مباح فالبعض يقول إن علم السلوك والوصول إلى الله هو موجود في الكتاب والسنة لكن الصوفية زادوا عليها من عندهم ونحن أحق بها في الكتاب والسنة ما يسمى تصوف يسمى علم الكتاب والسنة أما التصوف فمبدأه الزهد مبدأ التصوف التشدد في الزهد والعبادة هذا مبدأه ثم تطور إلى أطوار وصلت إلى حد الإلحاد والقول لوحدة الوجود وهذا نتيجة من خالف الكتاب والسنة ولو كان في بداية يقصد الخير الواجب لاتتصار على الكتاب والسنة ففيه ملك والعبادة تكون بموافقة الكتاب والسنة والورع يكون بموافقة الكتاب والسنة نعم ترجمة نانسي قنقر